انا خليجة اجويش دل حالة السيطنائية دير لقصية ساعة حالة اللي عيشة فاية ما كي نخلح سيرا سيد رات على قحال ما هانت لاصة فينكت ناس بنيتا طبلاء ما ينطات دس شريجن بيت الصدمة القوية هانتا غتشوف داب شو باش قاس مصطح خير باش ما نكونش ضحكة هالبيت اللي انا كارية هو هاد هالكوزينة اللي كارية اشتاع شو المريو عندك يباع ماشي بدون افتخار هانت هالبيت هالكوزينة اللي انا فيها هالمموعنات اللي عندي فران ما نقولش لكم ما اخدامش ليها هانتا هالكوزينة اللي عندي ديل الموعنات فاش قيت لكم انا عندي غي كيسان ديل الميكة ها هم مطاشكة نشربه ها هانتا ها هانتا ها هانتا هانتا ها هانتا هان يعني ما كان خزن على أخوتي حتى شي حاجة المغاربة وربي اللي عالم يعني رمي عندي شي حاجة اللي حتى التلفزة رمي عنديش ها ها الخيط ها هذا خيط دير شارجه دير تليفون باش نشارجي تليفوني ها السلام عليكم أدبت جيت نتطرق هذا الموضوع باش يفهمون أخوتي المغاربة لنشاهدرت على هذا الموضوع ليسا كان أنا دبا حاليا كان أدر معاكم وكان أدر معاكم بارك على الأعصاب ديالي متوطرة لواحد درجة ما تصورو عاش وما تخيلو عاش ما تقولوش حق المستجدات ولا هادي أنا بنادم اللي بغي يجي يشوف مرحبا أهلا وسهلا ما عديش المشكين أنا الدر اللي ساكنة فيها أول حاجة علش ما ما بغيش نحرج مولاتها لأن واحد لما أنا مسكينة كبيرة أول حاجة وعندها غيبنية وحده وذك البيت اللي ساكنة فيها أنا بحالة هو دقود دي العيشها ما بغيش نحرج مولات الدار والمقاطق تسني في الكريديات 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 لأن الله يحسن العاون لدرجة وصلت بعض درجة ما تقولي يعطاني يا ابني تيامية الدرهم السيمانة وصير الله يسهلك كمليليا في الوسكعة وانا كنشوف المرحب تتمحن والمرة مسكينة كبيرة الله يحسن العاون هي ما عندها لحنين والأرحمر عربي و الوقت والبيت اللي ساكنة فيه ما نقولوش لكم مهمش لواحد درجة ما تتصورو عاش لدرجة اللي يجي يشوف هادا اللي ساكنة فيه ساكنة فيه ساكنة فيه الوقت الوقت كانت تحنت والدار كانت زوينة ونقية غير وقعوا شي مشاكيل وضالوا بالقصدير وقسموا السطاحات وطوبة وصرق الزيت را قلتها هوقى لو لدرجة اليوم في هات الصباح اللي غن بدا فيه هات الصباح اللي كان قولكم انا متوترة ولا احصابي كانت تفاجأ ان الصباح تكتحت ضلاب وحدة ابو حدا قلت البنتي نوضي شوف شهادك العجب تحطي الطيح وقعوا خمس سادي النفوس وقعوا في بيت واحد إلا تزاد عليك غيث السابع لا تستطيع تسرحج لك على الزنق وقتح انقدرت ان اتصد مالي هل تصد مالي حال هذه نارة وقعت النار على بنتي وقع لها مشكلة كبار من هاتك اتشارك انت تنجد من خوتي مغاربة انا بغيت اتشي حاجة منكم انا كانت تنجد من صاحب اتشارك النار على محمد السادس نصره الله الله يشافه لنا وخليه لنا اتشارك السنجر انا من خوتي بغاربة القلوب الرحمة لانه ما محتاجة اتشي حاجة عندي ولداتي بخير وعلى خير والله ملك الحمد غير بنادم انا اللي يبقى فيها الحال يقول لك بنادم حقك اطلبي بولادك انا مكان ازعاج بولادي انا قلت كنا اصحاب ولادي انا خليتهم في هذه الحالة هذا الصباح هو اللي مردني هذا الصباح انت لك الطيح مقدر تنجر والو قال لي اولادي بوحدهم او مو الله كون بتنجر شي حاجة خيبة اتشي حاجة اتشي حاجة ما كان طلبها منكم مساعدة على الاقل غير معنويا ونفسيا ما بغايت اتشي حاجة الشينا ما عدكش باش عوني عوني بك المزوينة وكنتمنى هاد القصة تكون عبارة وفكرة للمؤمهات المغربة مش اردوا ولادهم لبال ويكونوا على بال مع ولادهم لانه ما كدبش عالك هاد الولاد ديالدابا ماشي هم بحال الولاد ديالدابا هاد الولاد ديالدابا هادو هما الجيل ديالجيل الافترادي انا عارفينش حوج لانتوا ما عارفينهمش يعني اردوا البال مع ولادكم وشكران وشكران وتحية وتحية خاصة لخوتي المغربة ضاهع